أعلنت وزيرة خارجية المكسيك مساء الاثنين أنها تتوجه إلى القاهرة للحصول على معلومات من السلطات المصرية بعد مقتل سائحين مكسيكيين عن طريق الخطأ الأحد بنيراني قوات الأمن المصرية طلبنا من الحكومة المصرية عقد اجتماع مع وزير خارجيتها إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء وكانت السلطات المصرية أعلنت مقتلتني عشر شخصا على الأقل وإصابة عشر آخرين بجروح الأحد عندما فتحت قوات الأمن المصرية التي كانت تطارد جهاديين في منطقة الوحاة البحرية في الصحراء الغربية النارة بطريق الخطأ على أربع سيارات ربعية الدفع كانت تنقل سياحا مكسيكيين وصحراء مصر الغربية هي أحد المواقع السياحية المرغوبة من هوات رحالات السفاري وفي الوقت نفسه أحد معاقل مجموعات مسلحة إسلامية متطرفة بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية الذي ينفذ بشكل متواصل هجمات دامية تستهدف قوات الأمن والجيش في مصر ترجمة نانسي قنقر